دي اناي مساء الخير يقال انه بالحروب الضحية الاولى هي الحقيقة لذلك حماية الحقيقة بالحرب هي من اهم المسئوليات والاعلام اساسي بحماية الحقيقة واساسي اكتر بحماية الحقيقة بساحة المعركة بساحة الحرب لذلك في شيء اسمه الاعلام الحربي ووصلت الى قناة المنار هذه المشاهد التي وزعها الاعلام الحربي للاشتباكات بحسب ما تظهر هذه الصور الجوية للاعلام الحربي في المقاومة وزع الاعلام الحربي مشاهد لسيطرة الجيش السوري على بلدة القطبية هذه الصور بالاعلام الحربي اكتر ناس بيستعملوا الاعلام الحربي هن جماعة محور المقاومة ليه لان المستهدفين لازم يوثقوا انتصاراتهم لازم يوثقوا مغامراتهم للاجيال المقبلة مؤتمنين على شغلة كتير كبيرة والاعلام الحربي بيشتغل بظروف صعبية يعني بده يقعد بقلب المعركة ليجيب الصورة صورة الحقيقة مش انه مرتاح وقاعد وفي مخرج وفي سيناريو وفي حبكة لا 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 شغل تلقائي من ارض المعركة هاتت الماكريفون هاتتيني على البات اللي بوجهك اي بس بيت طابقين يلا بحكيه بالصورة ايوا تلقائي جدا لقوا عم بيقلو عم بيحدد اللهجة حكيني بالصورة بالصورة اعطيه الدوري شو شو سيناريو وحوار مش انه شي عادى ومع اساس اعلام حربي وقاعدين بقلب المعركة بعض ناقس يقلو اكشن وكاتو ولا كات 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 المبنى الامامك الطابقين او الطابقين طابقين حسنا لانه الطابقين طلعت لبناني الهدف الامامك فورا الطابقين في حركة نفس فورا فقط يلا سان باي يا باقر 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 ارسل يا صحابي ارسل طلعا في عندك حتى الهدف الطابقين في عندك هذا الفرمية كات 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 يا باي كات حكيه بالصورة يا حبيبي حكيه بالصورة شو هيدا 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 اعلام حربي هيدا باب الحارة الجزء 75 اسمه متريس الحارة ما نشوه حكيه بالصورة وكات و بعدين ولوه شباب حسب الله عم بيموتوا بصورية واللي عم بيقطوا في الانتصار الجيش السوري انه هو اللي عم بيخوض المعارك وكذا عايب عايب ولو بس ليك الواحد بده يعترف كمان الشباب بالاعلام الحربي خبرة اديمة اديمة في التضليل الاعلامي اليوم تمثيليات تجار مقاطع الدم الخاص باستديوهات قنوات التضليل تصور تنتج وتفبرك هذا مقطع يظهر كيف يتم تصوير وتحضير فبركة الاصابات والتعذيب والقتل لاتهام الجيش العربي السوري بكل هذا الدم قوات الامن البحرينية ترتكب مجزرة بحق مواطنين عزل شمال المنامة ارتكبت قوات الامن البحرينية مجزرة بحق مواطنين عزل في منطقة الشاخورة شمال العاصمة المنامة مجزرة مروعة بحق العشرات من المواطنين العزل اعلام حربي عم يتعب عم يتعب خيار يروه بالبحرين او بسوريا الصور ساعة بتبصوهم بحرين ساعة تانية بتبصوهم وين هو الصور والمصيب انه اداء الاعلام الحربي اداء معده ومعده بمطارح فعلا جرصة خلال جلسة طريقة لمجلس الامن عرض الجحفري صورة ادعى انها لجندي سورية هذا ما يقوم به الجيش السوري في حلب جندي سوري جندي سوري يجعل نفسه سلما لمرأة كي تنزل من السيارة الخبر الاكيد الذي اكتشف سريعا ان الصورة تعود لاشهر ومن العراق كبير يا بشار كبير يا سمية الكبير ابو البيش حبيبي ما في حدا بدققلك بالمصايب اللي عم تقولها بالقم المتحدة ولو المخرج تبع متراس الحارة يبعط لك صورة عجبتك غايدة يبعط لك هي بدلا ما تروح تجيبها من الانترنت هو فيك وبلاك المخرج قاعد على الجبهة عم يعمل بوزات يعمل لك بوز اسمه درجة الانقاذ جندي عم بعربش مرة عم تعربش عجندي يعني الشي خصوصي معمول لك انترنت يا ابو البيش تطلع ان هاي الصورة من العراق يا رجل نحن طموحنا نشوفك وزير خرجية بيوم الايام وكيف تعمليك غلطة كيف بدك تعمل وزير خرجية بهيك اداء بهدل ارجو بس الشريط هذه الصور مثلا قال انها لمجموعات ارهابية شاركت في قتل المدنيين في جسر الشغور بادلب بينما هي في حقيقاتها وبشهادة بعض من ظهر فيها في لبنان وتحديدا لعناصر شاركت في اشتباكات وقعت في منطقتين جبل محسن وباب التبانة قبل نحو عامين هنا ايضا صورة عرضها المعلم لقتيل قال انه قضى على ايدي الاصابات المسلحة تبين انها صورة لعامل مصري قتل في منطقة كترماية في اقليم الخروب في جبل لبنان وليس في جسر الشغوري او درعا او حمس اه لا لا بتعملوا مرتاح تاري الجعفري عم بقدم طلب على الخارجية كان مش انه عم يعمل غلطة عم بينافس وليد المعلم على مين بيسرق اكتر من الانترنت لان يبدو مواصفات وزير الخارجية السوري انه يسرق صور وفيديوهات من الانترنت وقدمهم كوثائق وقرائن للإعلام الدولي شو؟ حبيب غلو انتو جماعة دبلوماسيين هيك بتحرج رئيسك؟ رئيس دولة سوريا الاسد العظمى؟ الرئيس الدقيق الشفاف هيك بتحرجوه؟ رسالة بابوية للأسد عبر البابا فرانسيس في رسالته عن تعاطفه العميق مع سوريا وشعبها مؤكداً ادانة الفاتيكان الصريحة لكل اشكال تطرف والارهاب ودع البابا عبر الرسالة الى تضافر جهود الجميع من اجل وضع حد للحرب في سوريا وعودة السلام المنشود الى ربوعها كشف الفاتيكان في بيان له ان البابا فرانسيس عبر في رسالته الى رئيس النظام السوري بشار الاسد عن تعاطفه مع الشعب السوري الذي يجتاز اختباراً صعباً واضف البيان الذي نقلته وكالة رويترز ان البابا ناشد الاسد ضمان الاحترام الكامل للقانون الدولي الانساني فيما يتعلق بحماية المدنيين ووصول المساعدات الانسانية وبحسب بيان الفاتيكان فقد ناشد البابا الرئيس السوري والمجتمع الدولي انهاء العنف وادان جميع اشكال التطرف والارهاب من اي جانب لا الشفافية شفاف يعني ما سبق انه اضطر الفاتيكان يعلق على مراسلاته الا مع الاسد بسبب دقة الاسد ومصدقية الاسد واحترام الاسد للأعراف الدولية لواحد بعيد لك رسالة بتقرأ نصة وبتكب نصة حدا بيجتزق رسالة من جهة مثل البابا انه فكا ما رح يشوفها يعني ما رح يشوفك غريب مع انه مع انه الاسد ليك فعلا معروف بالدقة بيبح بيشاك اي لان اي لان ومنابع بما لا ي Looking طواله انها تلميز اي لان ومعابرين وهو في الخامسة من عمره هل لديك أي شيء تقوله لعمران وأسرته؟ يعني أريدك أن تعود بعد هذه المقابلة وأن تبحث عبر الإنترنت عن الصورة نفسها للطفل نفسه مع شقيقته انقذ اكلاهما من قبل ما يسمى في الغرب القبعات البيضاء لقد تم انقذهما مرتين كل مرة في حادث منفصل لم تكن أي من هذه الحوادث حقيقية يمكن أن تلاعب بالصور وهذه الصورة تم تلاعب بها بعد 24 ساعة من تصريحات أسماء الأسد بحبش الأسد لقى أنه صورة عمران مش مظبوطة أسماء بتقلنا أنه عمران حقيقية تاني يوم طلع بشار قال فبرك الصورة ولو مين منصدق؟ مرتك أو أنت؟ مين عم بيقول الحقيقة؟ لك لأن أهم شيء الحقيقة وأهم شيء بالحقيقة جهود الإعلام الحربي كات يا بي كات كات عيدة 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 أنت أنت نام شوي نام عمول حلق ميت عمول حلق ميت أيوة كات أيوة نزلني جريحين الله يخليكم شيء ثلاث أربع أطلاً ضاف يرد عليك ميرسي كات تصبح على خير اشتركوا في القناة